بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد حياكم الله أخواني مشاهدي ومشاهدات في حلقة جديدة من حلقات تربية الأمم القادمة ولازمنا نتكلم عن فضل الزواج في الإسلام وحث الإسلامي عليه ولازمنا نتكلم أن هذا الزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى العبد لأن هذا الأمر فطري فلابد من قضاء وطر الإنسان في الزواج وتكلمنا عن أهمية هذا الأمر وأن الإسلام ليس يطلب من العبد ودل أن كانوا امرأة التبتل والرحبانية التي كتبها النصارى على أنفسهم وغيرهم الذين ينقطعون عن الملذات بتاتا التي هي من الفطرة ومن صعب الإنسان أن يحارب مثل ذا هذه الأمور التي قد جعلت وجبل الإنسان عليها ويتركون المباح والحلال ويذهبون إلى العبادة فقط وهذا من الصعب والإنسان يكون في نفسه في محاربة وفي صراع مع النفس إما أنه يصاب بأمراض نفسية أو حتى جسدية أو أنه ينحرف يعني يناقض نفسه لا يستطيع أن يستمر في هذا الأمر أن هذه حاجات نفسية وحاجات داخلية جسدية وهكذا لذلك لما جاء الرهد الثلاثة كما جاء في الحديث إلى بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا عليهم الباب فسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من صوم من عبادة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها مع أنها عبادة عظيمة لكنهم رأوا أنها بالنسبة لهم هم قليلة لماذا؟ قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كل ذنوب ومغفورة نحن أصحاب ذنوب لازم أن نزيد في العبادة فوق حدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أنا لا أتزوج خلاص وقال الآخر أنا لا أأكل اللحم أمنع نفسي من الطيبات وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر الدهر كله صايم ما عدا العيد يوم العيدين وقال الرابع في رواية قال وأنا أقوم فلا أرقد الليل كله من بعد العشاء إلى الفجر صلاة الليل لما ذهبوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا زوجاته رضي الله عنهم بما حصل من هؤلاء النفر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وجمع الناس فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكن خذوا هذا الدين وخذوا السنة مني لكني أصوم وأفطر وأرقد وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الله أكبر هنا بيّن أن يسلم الموازنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء النفس حقها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أنك لا تفعل شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن طنيت أنك إذا فعلت شيء زائد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنك تتقرب إلى الله محال بل أنت تبتعد عن الله سبحانه وتعالى وقد تأثم أيضا ولو كانت نيتك طيبة فلماذا هذا كله فعلى الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يعبد الله عز وجل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم نذهب إلى فاصل يسير ونستكمل معكم بقية الحلقة ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نستكمل معكم وتوقفنا عنده من حث الإسلام على الزواج والاعتناء بذلك وإعطاء النفس حاجتها ورغبتها تكلمنا عن حديث الثلاثة الرهط الذي جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته فلم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما قالوا ورد عليهم أنفسكم أزواجه لتسكنوا إليها انظر إلى هذا التعبير العظيم الجليل جعل الزواج سكن يسكن الرجل إلى زوجته والزوجة تسكن إلى زوجها وكأنه حاجة لك حاجة في البيت أن تسكن فيه وترتاح واطمئن كذلك الزوج والزوجة الزواج سكن له لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أيضا السكن لا بد أن يكون فيه عدم إزعاج البيت الذي فيه إزعاج وفيه هم وغم وضيق الإنسان يسعى بأن يشتري بيت آخر يخرج من هذا البيت لا يجلس فيه ما يحب أن يجلس فيه بيت فيه مشاكل فذلك الزواج لابد أن يكون مودة ورحمة إن كان الزواج ليس قائم على المودة ورحمة يفشل ويكون مزعج للطرفين فيكون نهايته الطلاق والفراق ومعنى ذلك ليس معنى ذلك أنه لا يتزوج قد بعض الناس يقول خلاص أنا جربت وهذا حظي لا لعل هذا الزواج الأول تزوج مرة أخرى لعل هذا الزواج أول كتب لك هذا الأمر لكن في الزواج الثاني يكون أسعد وأفضل وأحسن وهذا أمر عند الله سبحانه وتعالى وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ الذي يتفكر ويتدبر يعلم أن ذلك من عظيم منة الله سبحانه وتعالى عليه وأن في زواجه سوف يكون هناك حياء أخرى حياء أسرية سعيدة كيف هو جاء؟ هل جاء في هذه الدنيا بلا أم وأب؟ لا طبعاً فكيف جاء؟ جاء بزواج قبل ذلك فكيف هو عائش في هذه الدنيا؟ عاش في هذه الدنيا بعد فضل الله بسبب زواج والديه فإذا أنت كنت في هذه الدنيا بسبب الزواج الصالح التقي من والديك فتزوج حتى تأتي بجيل صالح تربيه إن كنت ترى في نفسك القصور رب أولادك إلى الكمال واسعى إلى ذلك واجتهد في الدعاء لهم وفي تربيتهم وربهم تربية عظيمة حتى بعد ذلك يدعو الناس إلى من رب أولادك يدعوهم يدعو الله لهم بالتوفيق والتيسير الذي إذا رأك دع لي والديك وسيدعو لك إذا رأوا أولادك فلذلك لا تضيع هذه الفرصة وهذا الأجر المستمر نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يعيننا وإياكم على مثل هذه العبادات الطيبة ومثل هذه الأخلاق السامية هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة